منتكاملة هي العمليات العسكرية للجيش السوري وحلفائه في دير الزور أهداف وثبة الأسد إلى مطار دير الزور وحيي الحمدية والصناعة تتحقق انهيار في صفوف داعش تحرير تلة علوش في محور المقابر الجنوبي المدينة إلى جانب السيطرة على تلال ربيع شمالية المطار يتحان للقوات تضييق الخناق وإحكام السيطرة النارية على خطوط إمداد التنظيم باتجاه الأحياء السكنية للمدينة تقدم متسارع يحاول داعش الحد منه بمهجمة النقاط الجيش فيما يشبه الانتحار العسكري فشلوا هجمات داعش واستنزافوا مسلحيه إلى جانب تقدم الجيش إلى المطار تمهد لها عملية عسكرية متسارعة للوصول إلى المدخل الرئيسي لدير الزور هنا يتكامل محور المقابر مع البانوراما المدخل الرئيسي للمدينة ينتظر وصول القوات المتقدمة من محور الشولة السيطرة على حقل التيمي النفطي ومنطقة الشولة كاملة مكن الجيش من إحكام السيطرة على أكثر من 90% من أتستراد السخن دير الزور في هذه المنطقة ستلتقي القوات القادمة من محور السخني كباجب الشولة البانوراما تحديدا في هذه النقطة تماما نقطة البانوراما اللي هي بتشكل المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور وهذا المدخل كما تعلمون مدخل استراتيجي وهام جدا جدا في هذا القطاع اسمه قطاع البانوراما الخط الأول المواجه للدواعش البعد بينها وبينهم ما في بين 75 إلى 100 متر وزاد الضغط علينا بهالعشر تيام لقدوم الجيش حاولوا يفتحوا أي صغرى أو خرق لقواتنا لقاء القوات في محور البانوراما سيمهد لتوسيع العمليات العسكرية للجيش باتجاه المدينة وريفها فالوصول إلى المطار والبانوراما سيمكن الجيش من توزيع محور عملياته في المدينة على جبهتين شرقية تصل إلى حياء الحمدية والصناعة وغربية باتجاه البغيلية وعيش تمهيدا لإنهاء آخر حضور لداعش في مدينة دير الزر ترجمة نانسي قنقر